في رسالة وجهها إلى أولياء الأمور عبر حسابه على تويتر قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عودة الأطفال إلى المدارس بداية الشهر المقبل مهمة للغاية مؤكداً أن فرص إصابتهم بفيروس كورونا ضئيلة جداً أعتقد أن الأهالي ما زالوا قلقين من تعرض أطفالهم للإصابة بفيروس كورونا ولكنني أستطيع أن أقول لهم أن الخطر قليل جداً من المهم أن يتفهم الأهالي أن المدارس آمنة تصريح بوريس جونسون لقي قبول ودعم المسؤولين الطبيين في البلاد الذين أكدوا أن عودة الأطفال إلى المدارس تقلل من المشاكل الصحية والعقلية التي فرضها الحجر المنزلي خلال ذروة انتشار فيروس كورونا عدم الذهاب إلى المدرسة يضرب الأطفال على المدى الطويل ويزيد من خطر تعرضهم لاعتلال الصحة العقلية والجسدية إن فرص وفاة الأطفال بسبب فيروس كورونا ضئيلة للغاية على مستوى بريطانيا والعالم أيضاً من جهتها قالت وزيرة التعليم في حكومة الظل العمالية كيت جرين إن مسؤولية إعادة الأطفال إلى المدارس تقع على عاتق الوزراء وليس على النقابات العمالية معتبرة أن الحكومة فشلت في إرسال رسالة قوية وواضحة لطمأنة الآباء أيام معدودة تفصل بريطانيا عن إعادة فتح المدارس في عموم البلاد على الرغم من الارتفاع البسيط في أعداد المصابين بفيروس كورونا مقارنة بالشهر الماضي وسط تأكيدات حكومية بأن الأطفال في مأمن من الفيروس عمر بشير الغد لندن